بارح فيه صورة انتشرت كتير جداً لمحمد عبد المنعم صورة لو اتخذت بالشكل ده يعني فنقول ان محمد عبد المنعم عمل كارثة ولو كان قصدها كان هتبقى كارثة الكوارث وكنت انا شخصياً عمري ما هحترم محمد عبد المنعم تاني بس ما حدش كلف نفسه انه يشوف هو محمد عبد المنعم اللي هيخليه يعمل لقطة زي دي لو هو قصده انه يعمل إساءة يعني هيعملها المين لجمهور المزنبي اللي كان حاضر في المدرجات في السادة الكهرة مثلاً وللعبة المزنبي اللي كانوا مسالمين آه صحيح كان بضياط بس ما كانواش بيعملوا أزمة في الملعب ولا هيعملها للمدير الفني للنادي الأهلي مثلاً متضايق منه عشان ما بيشاركوش في المباريات ولا هيعملها المين يعني الأصل يعني أول حاجة أنا فكرت فيها أول ما شفت الصورة قلت طب هو لو قصد حركة سيئة كده هيبقى أعملها المين فالطبيعي انه مش هتلاقي حاجة أصلاً تخلي محمد عبد المنعم يعمل كده فانا اكتشف بعدها على طول انه الراجل كان عنده مشكلة في بطنه في عضلات بطنه كان فيه خدوش أنا آسف يعني بطنه حرقاة عشان اتخدشت فإحنا أنا آسف والله فإحنا رحنا نبص كده لو إيدك تخشت كده بتلقاية رحي انت عامل كده باصص تمام؟ حاجة تلقاية جداً يعني بيدوم تقصد يعني ما بتفكرش أنا رح تعريت إيديا مثلاً ما بتفكرش بسرعة عايز تبص كده عشان إيدك تعورت فالراجل كان في لحظة عفوية عمل اللقطة دي مصور شاطر بالمناسبة مش بلوم المصور اللي خد اللقطة مصور شاطر فرح خدها فطلعت الصورة بشكل تاني خالص أو الناس فصلتها بشكل تاني خالص الطبيعي اني هنسمع نعرف طيب تعالي شوف محمد عبد الميناء يمقال إيه النهاردة حل الحكاية دي اللي ستوري بتاعته على الإنستجرام نحطها عشان تعرف انه الحكاية تلعت أبسط من كده بكتير يعني قالك الحمد والله على مكسب مبارح ويرب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون ثانياً ومحلط ألافات كتيرة كده الصورة اللي علق عليها أصحاب النواية السيئة بعد المطش وفسروها بشكل غلط أنا تعرضت لكدمة قواية أسفل عضلات البط وشعرت انه حصل جلط اللي هو الخالش اللي بقولك عليه دوت كده لما تتجلت كده يعني للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بألام تصرفت لما توجهت بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد وعلى فكرة الدكتور أحمد جبالله شاهد على كل اللي أنا بقوله وعملت أشعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالي بيبو على علم من الأشعة اللي عملتها يريد الناس تتقي ربنا أنا راجل متربي وما ينفعش أعمل غلط بالشكل ده صح ببساطة هو يعني ببساطة هو الموضوع طلع حاجة بسيطة يعني أجماعة أنا والله قبل ما أرى الستوري ديت هو هيعمل كده المين آه في لعيب ممكن يخرج عن شعوره ويعمل تصرف خاطئ بس حتى لو عايز يعمل تصرف خاطئ هيعمله المين وبمناسبة إيه مفيش أي سبب خالص فعلى طول بس على الأقل نفكر الناس قفشت السورة والحق والمجرم القاتل مش عارف إيه إيه يا باشا بالراح ليه طيب استنى يا فكر حتى أنت يعني خلي تفتيرك الأول موزون واسأل إحنا عملنا إيه سألنا طيب سألنا طبيب الفريق قلنا يمكن محمد عبد المنعم بيجذب بيحور هو عمل غلط بس نندم عليه فقال لك أنا عندي مشكلة في بطني ولا حاجة سألنا هنا في رقم 10 الدكتور أحمد جبالله طبيب النادي قال لك أنه فعلا كان عنده كدمات وكان عنده خدوش وكان عنده الحاجات اللي هي عورته يعني وقال لك بعد المباراة عمل أشياء تصونار بعد المباراة على طول عشان نطمئن عليه والحمد لله اللاعب كويس وأنه بشكل تلقائي الراجل كان بيبص على التعويرة اللي تعورها حلو التعويرة دي؟ التعويرة اللي تعورها عادي يعني بس كامل اللي قطته مش نفكر إحنا إحنا يا جماعة بقينا نستسهل متحديداً في وجود السوشيال ميديا نستسهل فكرة يلا بصورة هنهجم على فلان طب يا سيدي فكر طب ده بني آدم معلش يعني أنا آسف يعني ناس اللي نشروا الصورة كلها أنا ما نشرتش الصورة عشان الصورة تبدو أنها وحشة يعني سيئة طب الصورة دي ياهو راجل ده مش عنده أهل مش عنده أسرة طب بزمتك يا أخي في بني آدم طبيعي هيعمل حركة اللي أنت تخيلتها في صورة محمد عبد المنعم ديت قدام عيلته مش هقولك قدام الناس هيفكر ألف مرة يعني دي حركة ما عملهاش أسوأ أسوأ اللاعبين يعني في أسوأ الظروف لهو العيب على فكرة محمد عبد المنعم بالمناسبة يعني مش دفعا عنه يعني لما بنسأل زميله عنه يقولك لعب طيب وهادي وجدع يعني بيكلمه عن صفات حميدة فيه يعني يعني بعيدة عن أنت بتشوفه أحيانا بيتعصف في الملعب بس هو لعب مهزب فهيجيبها منين يعني وجبة التوضيح